التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وانج ينتا وزير التجارة الصيني في إطار بحث سبل توطيد التعاون بين البلدين وأكد مدبولي حرص الحكومة المصرية على دفع التعاون الثنائي بين الجانبين وجذب الشركات الصينية للعمل في مصر ولافتا في الوقت نفسه إلى توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق لتعزيز العلاقات المصرية الصينية في إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب أخذا في الاعتبار توفر الخبرات الفنية والقدرات التمولية لدى الصين وإمكانيات مصر الكبيرة حيث تتمتع بموقع استراتيجي متميز وهو ما يؤهل مصر لتكون نقطة محورية في مبادرة الحزام والطريق حيث إنها تقع في قلب الطريق البحرية